تنص المدى 102 من الدستور أعالى إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمرس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يشمع المجلس الدستوري وجوباً وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع يعلن البرلمان المنعقد بغرفته المجتمعتين معاً ثبوتاً مانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماً رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المدة 104 من الدستور وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوماً يعلن الشغور بالاستقالة وجوباً حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقاً لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يشتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فوراً شهادة التصريح بشغور النهائي إلى البرلمان الذي يشتمع وجوباً يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة نقصها 90 يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يشتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة يطلع رئيس الدولة المعين حسب شروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة تبقاً لشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية أما المادة 104 من الدستور فتنص على لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه يستقيل الوزير الأول وجوباً إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة لا يمكن في الفقرتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و218 و211 من الدستور لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام المواد 105 و107 و108 و109 و111 من الدستور إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفته المجتمعتين معاً بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن